بصراحة أنا مأثر شوية في القناة هنا عن الكلام على المسلسلات فأنا يعني هحول في المستقبل أتكلم على المسلسلات أكتر ونبدأ بفيديو زي ده وهو ست مسلسلات لازم تفرج عليهم قبل ما تموت أنا طبعا مبالغ هنا كتير جدا ولكن أنا محاس أن المسلسلات دي لها تأثير معين فيعني قود شهرت جدا وهما مسلسلات حلوة فأكيد يعني لازم تتفرج عليهم كل واحد مميز بطريقته الخاصة ونبدأ على طول برقم واحد وملاحظة أي ما نبدأ المسلسلات اللي أنا هركز عليها في الفيديو ده هي المسلسلات اللي فعلا يعني مسلسلات بتحكي قصة خيالية يعني مسلسلات فكشن بالنسبة للمسلسلات أو الحاجات اللي هي وطائقية زي مثلا كازموس والحاجات دي دي عم خليها لفيديو تاني هي ايوة دي مهمة جدا ولازم الناس تتفرج عليهم ولكن احنا بس هنركز النهاردة في الحاجات الفكشن وليس الوطائقية رقم واحد عندنا بريكن باد طبعا مش محتاجة اتكلم كتير على بريكن باد هو يعني حاجة طلعت كده هو في بتاع الفين وتمانية وانتشرت في العالم كله كل العالم كان لازم تتفرج علي بريكن باد ولسه لحد دلوقتي في ناس بتبدأ تتابع بريكن باد وما فيش اي مشكلة ان هو لسه حلو الحد دلوقتي هو تقريبا ست مواسم وكل موسم برقم حلقات قليلة بتمانية ممكن تلتاشر اربعتاشر وعشرة كده وحاجات صغيرة لو انت فعلا هيعجبك اول حلقتين كده هو هتكمل المسلسل وممكن تخلصه في اسبوع ولكن في ناس بتعتب على بريكن باد لان الموسم الاول والتاني بطيء نوعا ما ولكن بعدين بتبقى حماس مية في المية فلو حد ما تفرجش على بريكن باد ممكن البساطة باكتر واحد ما ما تتخيلش ان هو يكون راجل عنيف في الدنيا بيتحول الى اكتر واحد جانجستا في الدنيا بيبريك باد رقم اتنين وهو ديت نوت ايو انا هعتبر ديت نوت من المسلسلات انا عرف ان هو انمي ولكن انمي مسلسل ما يعني مفرقتش حاجة بس لو اي حد ما تفرجش على اي انمي في حياته دايما هتلاقي كل الناس بيقولك اتفرج على ديت نوت وانا شايف ان ديت نوت فعلا يعني يستحق ان هو يكون واخد اللقب ده اللي هو المسلسل اللي حتى الناس اللي ما تفرجش على انمي بيتفرجوا عليه لان ديت نوت هو شيء مميز نوعا ما كده هو لوحده فلو انت عايز تبدأ تدخل عالم الانمي ابدأ بديت نوت لو انت مش مهتم خالص بعالم الانمي برضه تفرج على ديت نوت لان هو مسلسل عظيم لوحده برضه رقم ثلاثة وهو مسلسل يعني ما بياخدش التأدير اللي انا شايفه ان هو يستحقه ولكن انا احطه في الليستة دي لان انا بحب المسلسل ده جدا وهو بلاك ميرر اللي بالنسبة لي من احسن الحاجات اللي نتفليكس طلعتها بلاك ميرر مسلسل بكل وساطة بيحكي لك اللي هيحصل لنا كبشر في المستقبل ولكن مش بعد مية سنة متين سنة تلتمية سنة في المستقبل الغريب ده الساينس فكشن وكانت لا 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 مسلسل بعد اقول خمس سنين او حاجة زي كده وما تتخيله شد ايه المسلسل ده بيرعبك بس انت لما تتفرج عليه لان فعلا انت شايف الامثلة اللي بتحصل دي قدامك دلوقتي في العالم الحقيقي فمن هنا بيحصل المايند تويستنج انصح به جدا ودلوقتي تخلينا نتقل رقم اربعة وهو مسلسل هاوس ام دي هو ايو هاوس يعتبر مسلسل طويل جدا بمواسم طويلة جدا بس الحاجة الحلوة في هاوس ان كل حلقة مسك نفسها كل حلقة بحالة مرضية غريبة كل حلقة بقصة صغيرة ماشية فيه كده هو ولكن انت مثلا لو تفرجت على الحلقة الاولى من الموسم اوكي انت فهم الموسم ده كامل بيحكي اني قصة يعني مثلا الموسم ده بيحكي قصة الادمان بتاعت هاوس خلاص انت ماشي انت كده هو ممكن تسكيب الحلقات تروح بس للحلقات الخطيرة لان كل حلقة مسك نفسها ممكن ايوه جوه الحلقة كده هو هيتكلمه على حاجات يعني قصة كبيرة بتتحكي طول الموسم ولكن هي حاجات صغيرة جدا فيعني مش هتبوز من متعتك في الحلقة لان المسلسل حلو جدا انا ما عنديش مشكلة ان انت تتشاري بيك في مسلسل هاوس اللي هو تفرج على حلقة حلوة في الموسم الاول بعدين تروح حلقة حلوة في الموسم التالت بعدين تروح للموسم التاسع لان كلهم حلقات حلوة وبس ان انت تفهم ان الموسم ده بيحكي قصة ايه هتعدي ومفيش اي مشكلة رقم خمسة دي اوفيس انا فضلت مدة طويلة جدا من الناس اللي ما ما بيتابعوش مسلسل دي اوفيس كتير ولكن مؤخرا بدأت تتفرج عليه ومعنديش اي مشكلة معه لان هو فعلا يعني من الحاجات اللي عرفت كوميديا جديدة ولسه مستمرة حتى الان انا انصح ان انت تتفرج على النسخة الامريكية من دي اوفيس لان هي فيها حلقات اكتر وبيحكوا نفسها القصة اللي اتحكيت في النسخة البريطانية ولكن النسخة البريطانية صغيرة ونوعا ما تحس ان هم ما قدروش يعملوا كل حاجة كنا عاوزين يعملوها ولكن اعملوها في النسخة الامريكية وانا عمتا يعني انا بحب الكوميديا البريطانية اكتر من الامريكية بس في النسخة الامريكية بتاعت دي اوفيس تحس ان هم واخدين راحتهم اكتر وبعدين ستيفن كريل بيدحك في اي حاجة فاتخيله انت جايب ريكي جيرافيز وهو اللي بيعمل دي اوفيس وجايب لك ستيفن كريل فقال في البداية انت ايوه ممكن ما تكونش فاهم ايه اللي بيحصل او ايه الكوميديا اللي طالع من الموضوع بس يعني على الحلقة الخمسة والستة حاجة في دماغك هتعمل اوكي صح ده احسن حاجة انا تفاركت عليها في حياتي اصبر عليه شوية وكمل هو ايوه في اخر كام موضوع ما تلاقيه ضعيف جدا بس نفس هاوس دي اوفيس انت ممكن تختار حلقات عشوائية وتتفرج عليها لان يعني مفيش قصة كبيرة جدا مهمة بتتحكي انت بس تفهم ايه اللي بيحصل وتكمل لان الكوميديا بتطلع من الحلقة الوحدها كده هو الموقف اللي بتحصل جوه الحلقة ذات نفسها وطبعا ما نفعش اعمل الفيديو ده من غير ما اذكر مسلسل فرنز مسلسل فرنز كان من السيدكومز اللي تعملت واللي كان لها تأثير عالمي هو ايوه دلوقتي انت لما تروح تفرج عليه ممكن تلاقي ان بعض النكت يعني ادمت شوية او الطريقة اللي بيتعمل بيها بيتقديمة وفكرة السيدكومز ذات نفسها حاليا في الوقت اللي احنا عايشين فيه الناس بدأوا يستغنوا عنها لان فكرة اللاف تراكس وان حد يقول اي كلمتين كده هو بعدين هاهاهاها الناس من ورا تضحك الناس عدوا المرحلة دي لا انا مش غابي عشان تقولي اضحك امتا وما اضحكش امتا بس فرنز برضو هيفضل ليه المكان الجميل المخصص ده في قلب كل واحد خاصة لو انت من جيل التسعينات او بداية الالفنات هيفضل ليه مكان مخصص وهو عرف كوميديا فضلت مستمرة بعدها الفترة طويلة فلو انت عايز تعرف الاصل جيمين هو فرنز وحاجة زيادة عايزة تديها لفرنز لان هو عملها بشكل حلو جدا ان هو من المسلسلات القليلة جدا اللي استمرت لمدة طويلة يعني عشر سنين بعشر مواسم وكل موسم 24 حلقة وقدر يختموا بشكل صح فدي حاجة لازم يعني تديله التقدير اللي هو يستحقه وبس عايزة المشاهدين دي كانت كل حاجة عندي للفيديو ده اكتبوا لي في الكومنتات ايه مسلسلات تانية انت شايفين ان هي خطيرة جدا وما تتكلموش عن مسلسلات جديدة طلعة لان ايوه في مسلسلات جديدة طلعة جميلة جدا بس الاختبار الحقيقي للمسلسلات لما يعد عليها فترة طويلة وبعدين ترجع تحكم عليهم فيعني اقولولي ايه رأيكم في الكومنتات تسوش تعملوا لايك وشير الفيديو من ده بساعد واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجانب سلام موسيقى